ظهرت في الفترة الأخيرة إشعاعات عن ظاهرة كسوف الشمس واللي حتكون إن شاء الله يوم 8 إبريل سنة 2024 وعايز أقول لكم إن الإشعاعات دي ملهاش أي مصدر مظبوط من المعلومات ويلا نعرف مع بعض الإشعاعات الغريبة وإيه المعلومات الصح عن ظاهرة الكسوف الكل للشمس كسوف الشمس حيستمر 3 أيام وحيتحول النهار وحيبقى ليل ودي معلومة غلط والمعلومة الصح إن كسوف الشمس حيستمر 5 ساعة و10 دقايق إن شاء الله وحيكون زروة الكسوف الكل للشمس 4 دقايق و28 ثانية بإذن الله وحيغطي الأمر نسبة كبيرة من الشمس وهي 105.7% وبكده أول إشعاعة حتكون إن كسوف الشمس مش هيستمر 3 أيام وحيقعد 5 ساعة و10 دقايق بس الالتزام وقت كسوف الشمس بإن إحنا نكون في البيوت أو عدم السفر ودي إشعاع غلط وملهاش علاقة بوقت كسوف الشمس بس أنصحكم وقت كسوف الشمس بالدعاء والاستغفار والتصدق وصلاة الكسوف وكنت شرحت قبل كده طريقة صلاة الكسوف وحسيب لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف كسوف الشمس حيخلي كوكب الأرض كله ظلام والسمى حيتحول لونها ويبقى لونها أسود ودي إشعاع غلط والمعلومة الصح إن كسوف الشمس حيحصل في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وحيكون كسوف كلي وفي مناطق تانية حيكون فيها الكسوف جزئي زي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والقرة القطبية الشمالية وبكده كسوف الشمس حيكون فيه الأمر بغطي قرص الشمس وقت صغير وهو 4 دقايق و28 ثانية وأنصحكم وقت الكسوف الكلي للشمس بلبس نظارات الكسوف والنظارات دي ممكن نشتريها أونلاين من أي موقع إلكتروني وبكده يبقى احنا عرفنا إيه الإشاعات الغلط عن ظاهرة كسوف الشمس والمعلومات الصح عن الكسوف الكلي للشمس ولو عجبتكم الحلقة اعملوا اللايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله